المرحوم أخونا سيد جعفر مرتضى رضي الله عنه رضوان الله تعالى عليه هذا كان في الحوزة العلمية بقوم المقدسة وأقيمت المدرسة العلمية الحوزوية للطلاب العرب للمبتدئين من الطلاب العرب الذين يدخلون الحوزة العلمية وفيها مادة التاريخ الإسلامي وطلب هذه المادة مادة التاريخ الإسلامي من السيد جعفر مرتضى يعني أخذ يتثاقل من الالتزام إلى جانب الدروس الحوزوية الأصلية يعني دروس الدراسات الرسمية يعني في الحوزة دراسات الفقه والأصول ولذلك أخذ يتثاقل عن هذا الالتزام وتقريبا وتسهيلا له للآمر ذيك الأيام في مجلة مكتب إسلام الفارسية من جملة الأبواب التي كانوا التزموا بها موضوع أو مادة التاريخ الإسلامي وأوكلت ذيك الأيام إلى آية الله الشيخ جعفر السبحاني والشيخ جعفر السبحاني بدأ بفصول من التاريخ الإسلامي وثم جمعت في مجلدين باسم طبعا بالاسم الفارسي كان كتاب في مجلدين سيري دار تاريخي فرازهاي فرازهاي وهي التاريخ الإسلام لكن السيد جعفر المرتضى قال يعني قربوا له أن هذا الأمر في الواقع لما تاريخ الإسلام يأخذ النصوص العربية ويترجمها إلى الفارسية وأنتم تأخذون النص الفارسي المشير إلى النص العربي وذاكر المصدر ما لا في ذيل الصفحة أو في متن الكتاب وأنتم تأخذون المصدر الأصلي وتدرسون به في الصفوف فبدأ المرحوم السيد جعفر المرتضى بهذا الأمر لكنه فوجئ بأن هذا الأمر كثير منه يحتاج إلى تحقيق مجدد ولذلك دخل فيه هو بنفسه جرد شمر ساعة الجد والاجتهاد ودخل في هذا الميدان ولكن ذي الأيام ما كتب إلا أربعة أجزاء من الصحيح في تاريخ الإسلام الصحيح من سيرة النبي الآظم صلى الله عليه وآله وذكر أشار في مقدمته إلى هذا الموضوع أيضا له إشارة إلى هذا الموضوع لكن انتصرت الثورة الإسلامية ولم يكتب أكثر من أربعة صفحات وترك بقية الكتاب لأنه والده المرحوم مرتضى السيد المرتضى ظاهرا كان والده على أي حال هو ذكر لي شخصيا ولا زال أتخطر مكان ذكره هذا الأمر قال والدي لما جاء إلى مدينة قوم قال أنا إنما بعثتك إلى حوزة قوم المقدسة لتكون تدرس الدراسات الحوزوية الرسمية ولا تدخل لا تكون علامة التاريخ تدخل في التاريخ ولأبدأ كراهته لتفرغ لدراسة تاريخية ولذلك ترك المرحوم السيد جعفر مرتضى عدة سنين إلى أن توفي والده ولذلك عاد مرة أخرى إلى تكميل الصحيح من سيرة النبي العظيم الذي كان يومئذ أربع مجلدات وأصبح أربع وثلاثين مجلد وبكلمة أقول أن السيد جعفر مرتضى في هذا الكتاب يعني جعل همه في الاستزادة من المصادر وأحيانا في بعض الصفحات تجدون أكثر الصفحة هي ذكر المصادر ثم هو يريد أن يقتل عفواً أن يدون أن يكتب التاريخ المادة التاريخ الإسلامي من منظار شيعي وترى أن أكثر هذه المصادر مصادر غير شيعية وغير منظمة لا على الشيعي ثم مثلا غير شيعي ولا على بالعكس مثلا المصادر العامة ثم مصادر الخاصة الشيعية ولا بالتسلسل التاريخي الكتاب الأقدم ثم الكتاب التالي الكتاب التالي الذي في الواقع كثيرا منه يأخذ من المصادر السابقة حتى هذا المقدار غير ملتزم به يعني يذكر المصادر ثم يكتفي في ذكر المصادر بالعناوين العامة بالموضوعات العامة وليس بالنصوص ليس ملتزما أصلا بذكر النصوص التاريخية من الكتب وإنما يلتزم بذكر المعنى ويباحث المعنى يحقق في المعنى وينقل المواد التاريخية نقلا عاما نقلا بالمعنى وليس نقلا بالنقل بالنص هذه من جملة الملاحظات على كتاب المرحوم السيد جعفر المتضاح حفظ الله رحمة الله عليه رحمه الله وأحيانا نعتب عليها أنه في بعض الموضوعات يعني بنظرنا يذهب مذهب العاطفة أكثر من نتائج التحقيقات مثلا في كون خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها أم المؤمنين الأولى هل هذه كانت متوزوجة سابقا ومن لها من أولئك الأزواج بعض الأبناء أو الأولاد السابقين ومنهم جعدة ابن أبي هبيرا المخزومي من بني مخزوم أو بعض الآخرين على أي حال وثم تزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا كانت مثلا لم تتزوج بل كانت بكرا ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله نراه يذهب إلى هذا الأخير يعني أنه كأنها لم تكن تتزوج بينما من ناحية المصادر التاريخية يعزه المصادر التاريخية في هذا الموضوع وبنظرنا لا يعتمد على المصدر الموثوق في هذا الأمر يعني نراه ينتزع انتزاع العاطفي أكثر من الواقعي مثلا في موضوع الإمام الحسين عليه السلام أيضا في كتابه عن الإمام الحسين عليه السلام له مواقف من هذا الغبيل ولذلك هذا هو الذي جعلني في البداية علقنا كثيرا من الآمال بقلم أخينا السيد جعف المرصى وكتابه لكن خيبنا من هذه الملاحظات ترجمة نانسي قنقر